لمصلحة من أن تقتلع هذه الثورة؟ شوف إذا كانت تعيد لك عراق شوف خلي تريده يشبهك تماما لمصلحة من؟ نعم طبعا لمصلحة الأجندة اللي جابتهم هم من اللي جابهم؟ ابتداءا هم جابتهم أجندة إقليمية ودولية بعضهم جابة لدي كان وبعضهم جابة المحور السعودي العربي القطري التركي المعرف مين الأمريكي البريطاني وهو المحور الأشد فتكا هذا اللي جابوهم الإيرانيين واللي جابوهم الأمريكان هسا الآن يعيشون صراع العراقيين رفضوا هذا الصراع العراقيين قالوا وإحنا يا جماعة نريد وطن يعني إحنا ما رايدي حرب مفتوحة مع إيران بس بنفس الوقت إحنا ما نقبل وين ما نباوع بالشوارع عن القصور خامنئي وما نقبل أنه ما نقدر نقرر قرار بمصلحتنا الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية إلا بعد إرضاء جنرالات الحرس الثوري مو منطق هذا مو منطق البلد يبقى مرتهن ينتظر خطبة جمعة مو منطق أن يبقى شعب كامل 40 مليون ينتظر تغريدة السيد يعني هذا غير بلد هذا شعب كامل مصيرة مربوط بتغريدة وخطبة جمعة يعني حتى أكون منصف معاك أستاذ غيف يعني خليني أنا أمثل دور الغائب هو يعني أنت ليست إيران ولا خامنئي هو لوحده ارتهن القرار العراقي القرار العراقي مرتهن من كل القوى السياسية التي شاركت في 2003 ومن ثم الشعب لم يعد ينتظر أحدا أنت كما تقرأ الصورة على الواقع الشعب لديه صولات يعني يطلع السبت ويطلع الأحد ويطلع الثنين ويطلع الثلاثاء بمعنى استطاع أن يحدد مصيره وليقول الآخر ما يقول يتبع من يقول بأن العراقي العراقيين أنا أستثمر الوقت نجم أرد استثمر ما تفضلت بي وأقول للشباب مرات شباب يسنعدهم بعض الإحباط خصوصا لما يشوفون القوى السياسية ملها علاقة الجيش والشرطة والقوات المسلحة ملها علاقة المرجعية الدينية واكفة على الجبل وتوزع نصائح ومواعظ وملها علاقة فعلية على الأرض والميليشيات تفتك ومحد يحاسبها فيصير عندهم أحباط أنا أرد أقول بشكل واضح للشباب يا شباب أنتم اطلعتوا ثورة والثورة هذه يعني الثورة مو دائما نحن لازم نكون محتفلين ومو دائما نكون منتصرين ومو دائما نكون أقوياء ومو دائما الخصم مهزوم لا الثورة بيها إرهاصات وبيها تحديات كبيرة نعم أنتم اليوم في مرخلة شعرون بهزيمة نفسية أو إحباط بس خلوني أقولكم أنا على تواصل مع القوى السياسية هناك هزيمة أكبر ألف مرة لدى المنظومة السياسية الحاكمة هناك هزيمة إيرانية كبرى في العراق هناك هزيمة للإرادات الدولية المدمرة في العراق لكن أنا أقول لكم هم كل عنباتهم حطوها بسلة حكومة محمد توفيق علاوي اشتركوا في القناة